حضر صاحب السمو الشيخ سعود مصقر القاسم عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة افتتاح النسخة الخامس عشر من ورشة العمل الدولية للمواد المتقدمة التي تقام في رأس الخيمة حتى الحادي والعشرين من فبراير الجاري بمشاركة عدد من العلماء البارزين في مجال المواد المتقدمة والقاسموه كلمة أكد فيها أن العلوم بكافة أنواعها ركيزة أساسية لتحقيق النمو والزهار في مختلف مجالات الحياة سعيا نحو اكتشاف الفرص المستقبلية اللامحدودة والارتقاء بجودة حياة الإنسان وحماية كوكبنا مشيرا سموه إلى أن ورشة العمل الدولية للمواد المتقدمة تأكيد على التزام إمارة رأس الخيمة بالتقدم والابتكار العلمي وتدسيد حقيقي للإيمان بأهمية المواد المتقدمة وقدرتها على إحداث ثورة في مختلف الصناعات الحيوية